بسم الله الرحمن الرحيم الزميلات والزملاء المحامين السلام عليكم ورحمة الله من خلال منصات نقابة المحامين المصرية نتواصل معكم في تقديم الثقافة القانونية للزميلات والزملاء المحامين بغرض النهوض بمهنة المحامات والارتقاء بها ونتناول اليوم موضوع تغيير وصف التهمة وإعادة محاكمة المتهم عن مواقعة سبق وأن حوكم بشأنها وقضي ببراءته أو إدانته موسيقى موسيقى يعني إذا واحد قدم متهما فيه جريمة وواقعة محددة وصدر فيها حكم قضائي هل يجوز أن نقدم هذا المتهم من جديد بذات الواقعة بقيد ووصف مختلف الإجابة لا يجوز ولا يقدم المتهم في تهمة سبق وأن حوكم بشأنها وقضي بإدانته أو براءته أن يقدم بقيد ووصف جديدين عن ذات الواقعة وهذا الأمر تفصيله ودليله المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية التي يجري نصها على الآت تنقضي الدعوة الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوة الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة قانونا مفاد هذا النص أن المتهم إذا ما حوكم عن واقعة محددة ولتكن جريمة خيانة أمانة ثم تبين لصاحب الحق أن الواقعة بعد أن حوكم بها المتهم أنها تتضمن واقعة نص بمثلا وأراد أن يقدم المتهم من جديد عن ذات الوقائع التي حوكم عليها وقضي فيها سواء بالبراءة أو الإدانة فإنه لا يجوز له ذلك مفاد ذلك أن لا يصلط الاتهام على المتهم طول حياته يعني ما ينفعش أتهم واحد في جريمة وصل أمانة ثم بعد ذلك أرفع عن ذات الوقعة أتهم بالنصب ثم بعد ذلك أتهمه بالسرقة وأصلت عليه سفل الاتهام وأقدمه كل يوم أمام المحكمة عن واقعة واحدة فهنا لا يجوز مطلقا أن يقدم المتهم عن واقعة سبق أن حوكم بشأنها وصدر فيها حكم قضائي وطلب مننا أن نعدل القيد والوصف ونقدمه مرة ثانية فهذا أمر لا يجيزه القانون مطلقا لأي سبب لأن المتهم سبق وترحت دعواه على بساط البحث وكانت المحكمة تملك تحديد وتعديل القيد والوصف في التهمة والخصوم يملكون توجيه المحكمة لتعديل القيد والوصف مفاد هذا أن الجريمة وهي تنظر أمام القضاء يملك جميع الأطراف الممثلين في الدعوة سواء المحكمة أو النيابة أو المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أن يتناول القيد والوصف بالتعديل ويطلب ذلك من المحكمة وحين تنتهي الدعوة تنحسر عنها كل الأسانيد القانونية فيما يتعلق بإقامتها من جديد بشاء ذات الواقع والمسألة كده أصبحت واضحة جدا لأن إحنا سبق وكنا اتكلمنا عن عدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيها هذا فيما يتعلق بالدعاوة المدنية وكان من اللازم المتلازم أن نعرض لهذا بتعقيب عن الفيديو السابق المتعلق بعدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيها حيث أن هذا يتعلق بالدعاوة المدنية والذي نحن بصدده الآن يتعلق بالدعوة الجنائية يعني ينفع نقولها بطريقة تانية ينفع أحاكم متهم عن واقعة مرتين لا ما ينفعش حتى لو تبين لي أن القدوة الوصف القديم كان غير مطابق وغير صحيح وأن القدوة الوصف الجديد هو المطابق للواقعة وهو الصحيح طبقا للقانون أيضا لا يجوز ذلك أنه كان من حق المحكمة والخصوم أن يتناولوا هذا الأمر ويطلبوا تعديل القدوة الوصف في الاتهامة الذي قدمت النيابة المتهم به وعليه تمتنع تماما طرح هذه المنازعة على بساط البحث في القضاء الجنائي لأي سبب مطلقا هذا فيما يتعلق بهذا الدفع شكرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة